احنا طبعا لسه يمكن هنتكلم شوية اكتر على الافتتاحات اللي تفضل فخامة الرئيس بافتتاحها النهاردة او المشروعات اللي تفضل فخامته بافتتاحها النهاردة في حاجة مهمة جدا برضو الرئيس كان بيتكلم فيها هي ان الدولة هدفها ايه ودي حاجة مهمة جدا هدفها ايه من خلال ما يحدث من تطوير المدن والمناطق والاحياء الهدف الرئيسي والاول والاولوية القصوى هي تحسين حياة المواطن انا عايز ارجعك تاني انك تقعد تفتكر الصورة اللي تعرضت قدام الرئيس هل انت كمواطن اب حلو ابه يعني تحب تسكن في مكان زي كده يعني تحب ولادك يكبره في مكان زي كده انت حتى كان رجل لسه شاب مقبل على الزواج انت والست عرصتك المصون انتوا عايزين تسكنوا في مكان زي ده وبلاش الاجوابة بتاعت وحنا مش حمل الاسعار بتاعت المدن الجديدة لا هو الاسعار بتاعت المدن الجديدة اللي زي قدام حضرتك دي هي هي نفس الاسعار بتاعت المدن اللي مش جديدة بل احيانا تكاد تكون افضل لا هو فيه اغلب الاحوال افضل ليه؟ لانها بتقسيط على مدة طويلة لانها مبنية عدل لانها مبنية مظبوط لانك ضامن انه الدولة بنيهالك بالمظبوط 100% لحد هيدحك عليك ولا حد هيدغشك ولا حد هيلعف حديد تسليح ولا 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 طب هنفترض انه ضمير الكل صاح يا سيدي استحالة هتلاقي في احياءنا العادية اللي كبرنا فيها ونشأنا الشكل ده خلاص الاحياء دي اتملت اتملت ازدحمت بل وامتلقت بالعشوائية من ادخن حي من بتوع زي ما نعايز بقى تقولي جاردن سيتي عايز تقولي الزمالك عايز تقولي المعادي عايز تقولي مش عارف ايه هجا اقولك لا اول للأسف الشديد سلوكنا واحنا بنبني اعتمدنا على العشوائية يعني لاحنا واخدين بالنا من الطراز المعماري اللي بيتبني بيه وانه نبقى في طراز معماري متناغم للشارع كله مع بعضه او الحي كله مع بعضه ولا الارتفاعات وتلاقي عمارة سيارة وعمارة طويلة وعمارة مش عارف طلعالنا من تحت الارض وعمارة تحت منسوب الشارع وحاجة اخر لخبطة نهينا عن الدوشة ونهينا عن الهوسة ادي الحلو ودي الوحش الوحش بص باين ازاي يعمل ازاي شكل يخض بص الشقة دي من جوة ده زي ما تقدر تقول كده ايه موضل يعني ان الشقة دي بعد ما تتفرش يبقى شكلها كده انت بتسلم الشقة متشطبة ما هو بقوله مش لدرجة انك هتاخدها مفروشة الشوقة اللي بتتسلم مفروشة دي لمواطنين اخرين حياتهم اصعب من حياتنا حبتين تلاتة يعني